فاميلي تو فاميلي ونحن ضمن العمل اللي عم يشتغل فيه عنا عدة مجموعات وطبعا الشيء الحلو نحن نميزنا حالنا فيه انه كل مجموعة تسمى باسم احد الديسين فانا مستلمة الديسة تيودورا يلي هي عدد الاشخاص فيها اثنين يعني سواء اخ واخد او زوج وزوجة او امه ابنة او العكس وطبعا مشكورين كتير المشروع اللي قاموا فيه فاميلي تو فاميلي لانه فعلا سد احتياجات كبيرة للناس بعض هالظروف الكبيرة اللي عانوها يعني من ضمن المشروع فاميلي تو فاميلي ما عاد الشخص اللي عبيجي بياخد من عنا هو عبارة عن رقم ما نو رقم رقم ثلاثة او رقم عشرة لا هو متل ما بقوله له كيان فنحن كتير منتبه على هالنقطة بالذات ان هو داخل ياخد نحن بابتسامتنا بسؤالنا عن حاله بسؤالنا عن عيلته بسؤالنا اذا كان في عنده حالة مرض منتابعة زائد انه مندعيهم دائما للقاءات والصلوات اللي نحن منعملها اكيد العائلة الصغيرة تعمل عائلة كبيرة ونحن عائلة الصغيرة من ضمن العائلة الكبيرة الحمد لله المساعدة هاي كمان يعني ام تسنود شوي بقول الحمد لله رزقي بيتي مالي كله راح كله راح منطقة جسر الشعور انا منضيع فوق جسر مسيحية ايه صرنا عشر سنين يغضينا انا كان يطلعون دابوسين بالزيت وزيتون ابيع اعيش انا ومرتي اولادي عنده اولادي متجوزين كل واحد انجا يكفي حاله شكرا ونحن متشكرين كتير للجماعات العائلات اللي عم تتبرع يعني بهالكرم والاريحية اللي عم بيقدموننا ياها لانه نحن تعرضنا لضيق شديد لاحتلال من نوع تاني ارهابي وانا بنتمي لقرية اسمها الغسانية احتلوه الارهابيين المسلحين فطلعنا هربانين من الغسانية وجينا على حلب لجوء عن اقربائنا وخسرنا كل ما نملك الاراضي والبيوت كل شيء وهلأ نحن عم نافذ مساعدات عن طريق بولونيا جزيل الشكر لكل انسان ساهم في مساعدة عائلة مشردة او عائلة تعرضت للنزيق تعرضت الاحتلال والارهاب اشتركوا في القناة